قاعدنا أنا وهو وكتبنا المشهد اللي عمله قاعدنا وكتبناه مع بعض ونهوزر ونضحك وكذا تمام جينا الفوتو سيشن بتاع الأفيش حابب تتصور ولا قال لي آه ماشي هو الصور بقراته هو تصورها الدعاية الدعاية أنا مليش فيها هي شركة الإنتاج نزلوا صورته ومنزلوش صورته محطوطة في القصة أنك منتجة ما أنا مليش دخل أصلا محطوطة عشان أنت اللي تعرف المنتج ما هو في الآخر لا هو أتي عشان تعرف المنتج بيتي بطلة لا 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 ما أنا قابلي الفيلم ده أنا نزلي فيلم كان اسمه مترو مع رامي وحيد فن الجميع طيب وقابل ما أجي على هون على مصر أنا عاملة 12-13 عمل في آخر عمل اسمه بيارق العربة كنت عاملة شخصية اسمها البارقة يا هيامي يعني أنت مش عشان تعرف المنتج يا هيامي كلمة شهيرة لا 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 كنت يقول لك دي صاحبة المنتج والله الناس متغازة يعرفوا منتجين ويعملوا بطولات في الآخر كده مش كده؟ صعب صعب ولا سهل؟ لا مش ما هو أيوة هي هي هاي النقطة صعب ولا سهل؟ أه أوكي طبعا في كلمة مصري ولا لا؟ آه طبعا 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 تتكلمني وكريم ممثلة ليه راحة في الإيشي وكده؟ عشان الكلامي بقريب من بعضه طيب يعني مش فاهم على كلامي لا أنا فاهم أنا عايز المشاهد نقرب له طيب أوكي وحابي باسمع المصري اللي هو مش مصري قوي ده بيبقى دمه خفيف تفضلي طيب قرر مصري ولا شامي؟ مصري طيب مصري هو مش الموضوع أنه أنا بعرف منتج أوكي أو ييجي منتج في الآخر المنتج ده يعني هو تاجر أوكي لما يشوف أنه هو لو عمل عمل لفلان أو لفلان أو كذا أنه هو هيكسب أوكي هو بيتعامل كده أكلم معكي بصراحة الإماءة والإحاءة دايماً اللي بتتقال يعني لما نتكلم دلوقتي فرقاصة وفنانة برضو وموزة الناس شايفكي موزة يعني وطرق موزة الناس شايفاني؟ أهو أه لا قصد الناس شايفاني يعني أنا مش موزة يعني لا لا أنا بقول على لسانهم يعني يجب نظري أنا لا أصلاً أنا بقولك على حاجة أنا من كتر ما بيتعامل جول وسط دمع فنانين كتير والله بشوفهم غير كل الناس بيتعامل معهم أكي أنهم يعني أصدقاء وإخوات وزمائل أكيب والله بس خلينا نكمل الموضوع بيتخذ الموضوع عن صاحبة المنتج يعني نعم التنازلات والبتاعات فعشان كده خلاها بطلة إيه رأيك؟ أنا بكلقك بصراحة والله ده كلام سخيف ما هم ياما بيعملوا وراء الكواليس أوكي ومحصلوش مشهد ما تقوليش اللي بيعمل بيقولك إيه التنازلات ومش عارف إيه والكلام الفاضي ده أوكي بعمره ما حد عمله ووصل أوكي في الآخر اللي بيوصل الفنان هي موهبته وإصراره واللي بيطعب على نفسه هو هادي اللي بيوصل الفنان مش الحاجات الفاضية اللي هم بيفكروا فيها لأن هم أصلا بيعملوها ومعملت لهمش حاجة يعني تشايف المتحدث